اشتركوا في القناة 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 جايين يأخذوا إلى النار لأنه طول عمر مهما الحاجة قويسة ولكن ملائكة الرحمة عندهم آخر علم الله في ذلك الرجل دولات عندهم علم الله يعني عندهم معرفة بعلم الله السابق في ذلك الرجل ولكن دولة معهم علم الله تبارك وتعالى اللاحق في ذلك الرجل فقالوا نحن أولى به دولة بقولوا لأنه قتل وعمل ودولة بقولوا لكنه نوى وقصد فبعد ذلك ربنا بعت له ملك في شخص صورة آدمي وجوا حكم بينات قالوا قيسوا بين البلد اللي قام منه لحد المكان اللي روحه ما رجعت فيه ده وللمكان ده كمان للبلد الماشي له لقيته أقرب لأي بلد الحقوق بسياتها الحقوق بسياتها شوف البلد اللي هو عايش فيه بيقى علامة للعذاب البلد اللي هو عايش فيه بسبب أعمال الناس الساكنين في الناس بيقى علامة للعذاب والبلد اللي هو قصده بسبب الناس اللي فيه وأعمالهم الصالحة بيقى علامة للرحمة بعد ما بقى سولي جوا أقرب إلى البلد الماشي له بشبر أو زراح بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى حكم لهذا الرجل بالرحمة حكم لهذا الرجل بالرحمة فاقتص به ملائكة الرحمة وفي بعض الروايات أن الملك ملك الموت قال الرجل بعد ما يبق بضروها سوا بصدر كده مدى بصدر كده فبيجي بمدى أقرب للبلد الماشي له من البلد الجمه منه وربنا تبارك وتعالى بدى دخل في الرحمة دخل في الجنة وده كلك سبب ايه سبب الصحبة الصالحة مش الصحبة نيت الصحبة الصالحة نفعة الرجل ده نيت لأنه ترك السيء وأقبل على الحسد وأنه ترك السيئين البطالين وده يصحب الصالحين الطيبين ربنا تبارك وتعالى تقبل منا وشمل برحمته عشان كده في الحديث القدسي يقول رحمة غنبت أو سبقت غضب مفهوم الكلام هذا عشان كده الشيخين بورينا أنه يجب على المريد وعلى المراد اللي هو الشيخ جميعا عدم الرضا عن النفس وأن عدم الرضا عن النفس مفتاح الوصول إلى أعلى درجات الكمال لأن بقدر مشاهدة لنقصانك ربنا بيقصوه من خلع الكمال ومن خلع الجمال بسم الله بيقول كيه عشان النادم الجاهل الماراض عن نفسها بعدم رضا عن نفسه قدر يكحس عن حقيقة نفسه ويتخلص من أسر نفسه ليه من رق نفسه ليه أي تخلص وتحرر لعبادة الله تبارك وتعالى من عبادة النفس والغف مع شهواتها ومع عاداتها فصار عبدا حقيقة لله فهينئذ حبه سيده واصطفاه لحطرته واجتباه واجتباه لمحبته وأطلعه على مكنون علمه وكان أعلم خلقه والله تعالى أعلمه هذه هي الصفة الواضحة للإنسان اللي مرضي عن نفسه لأنه بعدم رضا عن نفسه وبحثه عن حقيقة نفسه وتخلصه من رقها بقي إبط لالله حقيقة وفيشان ده سيده اللي هو الله ده أحبه واختاره لخدمة حضرته واختفع لمحبته وأطلع على الملبة من علمه فيه فكان بهذا العلم الحقيقي المتعلق بذات الله تبارك وتعالى أعلم خلق الله تبارك وتعالى كل إنسان بالنسبة لنفسه أعلم خلق الله كل إنسان بالنسبة لما يخص نفسه أعلم خلق الله لأنك أعلم خلق الله بنفسك وأعلم خلق الله بما تأتيه أو تتركه وحدك فأنت أعلم خلق الله من هذا الباب ما فهو الكلام هذا فهذا الذي أطلعه الله تبارك وتعالى على ما اختفى من صفات نفسه وعلائقها التي تضر ولا تنفى أصبح أعلم خلق الله بعون الله وتوكي الله وإذا تخلص العبد من حظوظه وأوصاف بشريته والعبد إذا تخلص من حظوظه الحظوظ هي الشهوات التي تحبها النفس مثل الأكل مثل الشرب هذه الحظوظ البهيمية الأكل والشرب وما إلى ذلك واللباس وإلى آخره هناك حظوظ شيطانية مثل مثلا الحسد والكبر والحسد والغل والحقد إلى آخر ديلا ديلا كلها إن كلها كمان من الصفات اللي بسموها الشيطانية أو الحظوظ الشيطانية وهناك حظوظ غير ديلا بسموها الحظوظ السبوعية مثل الغضاء والفتنة والشرانية الإنسان يعني دائما هو غضان وزعلان ودائر بس يعمل مشاكل مع الناس ما بالقراحتة إلا لما ينتصر على الناس عن الطريقة هذه هذه كلها صفات في النفس فوقوف الإنسان مع أي جانب من الجوانب الثلاثة دي يعتبر أنه واقف مع حظوظه غالباً